لا تكن موسمياً كن مزهراً أينما حللت واترك في النفوس عبقاً لا تبدده الأيام كن ذا أثر وأسعد تسعد أعزائي مشاهدين أهلاً وبرحباً بكم من جديد في الفقرة الثانية من برنامجنا آخر الأسبوع بروباجندة الأسبوع هكون معاكم أنا أسماء وجدي في الفقرة دي من كل أسبوع هنقش مواضعنا الاجتماعية اللي مرنا بيها خلال الأسبوع الموضوع اللي احنا هنبدأ به فقرتنا النهاردة هو موضوع شغل السوشيال ميديا ومحطات السوشيال ميديا على مدار الأسبوع اللي فات كان بداية الموضوع هو موت الشاب الشاب ده اسمه مصطفى حفناوي الله يرحمه الموضوع بدأ من خلال بعد موته مباشرة لما بدأ يعني أصحابه يستقبله رسائل الله أو الناس على السوشيال ميديا بما أنه هو شخص مشهور ناس كتير جدا كانت بتابعه وبتابع المحتوى اللي كان بيقدمه الشيء اللي هما بدأوا يتسألوا فيه هو موضوع الوشمة موضوع كبير ناس كتير جدا بتتناقش في الموضوع ده من زمان وبتسأل فيه منهم ناس بيتراجعوا خطوة اللي وراء وفيه ناس بتتقدم خطوة لقدام الموضوع يعني ماشي ما فيش يعني راجع أو راضع للشباب المهم بدأوا الشباب أصحابه يسألوا يعني عن حرمانية هذا الشيء لكن بعد ما اتأكدوا أو بعد كل حد فيهم أخد قرار فبدأوا يعني يتراجعوا في إزالة هذا الوشمة ناس كتير جدا على سوشيال ميديا منهم البلوجرز ومنهم الانفولوينسر ومنهم أصحابه الشخصيين بدأوا يعملوا هذا الشيء معانا دلوقتي صور لبعض أصحابه وبعض الناس اللي بدأت تاخد الخطوة دي ده حد من أصحابه من الناس اللي بدأوا فعلا ان هما يبدأوا في إزالة هذا الوشمة معانا صور كمان دي كمان حد من أصحابه بدأوا في الجلسات الأولى لإزالة هذا الشيء يعني معانا كمان دلوقتي مكلمة مسجلة عن حرمونية هذا الوشم وإيه الفرق ما بينه وما بين أشياء أخرى كتير بتتطرق إليها كتير من الشباب ألو ألو أيوة ألو معانا الشيخ خالد أبو العيون أيوة أهلا بحضرك يا فندم معانا أيوة نحن كنا حابين نسأل حضرتك عن حرمونية الوشم وإيه رأي حضرتك في الوقفة اللي أخدوها الشباب كتير جدا على السوشيال ميديا في الفترة الحالية تحديدا لا أنا آسف أنا كنت كنت تسأل عشان انباراتك قامة باللهي وزمالك وكان فيه مداخلة شكرا شكرا لحضرتك الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع أيضا تطرق كتير جدا على السوشيال ميديا ناس كتير جدا بتتكلم فيه من فترات فاتت ومن فترات جت طب يا ترى ايه يعني هيكون نهاية الموضوع ده الموضوع ده هو التنمر ناس كتير قوي تعرضت للتنمر وناس كتير قوي عرضت المواقف اللي هي تعرضت لها خاصة التنمر اللي بيتعرض ليه ناس هما من أصحاب مثلا القدرات الخاصة أو المهارات الخاصة ناس كتير جدا بتتعرض ان هي تقع في التنمر في الموضوع ده يعني مواقف كتير بنسمعها ويعني يعني عاوزين بقى احنا نحط وقفة للموضوع ده امتى هينتهي الموضوع ده امتى الناس هتبطل يعني تواجه ونبدأ ان احنا نتخلص منه موضوع كبير جدا ويعني موضوع ليه بدايات وليه جزور استنونا ان شاء الله في حلقات جاية كتير نتكلم في مواضيع جاية كتير ودلوقتي معاتكم مع الفقر الرياضية مع زميلي محمد عبد السلام